السلام عليكم ورحبا بكم في فيديو جديد على القناة كما تعرفوا ذو اليوم يوجدوا في مشروع قانون مالية لسنة 2022 بعدها يتم عرضه على البرلمان بغرفته مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني من أجل مناقشته والمسادقة عليه إذا وفقوا على كل المواد التيعه هنا رح يبدو يطبقوه في جنفي من سنة 2022 حيث تم إدراج حسب المادة 90 استيراد سيارة المستعملة الأقل من ثلاث سنوات في مشروع قانون المالية وهذا أهم ما جاء في هذه المادة قال لك لازم إذا سمحوا باستيراد سيارة الأقل مستعملة والأقل من ثلاث سنوات لازم سيارات البنزين من استوردوش أكثر من 1800 سنتيمتر المقعب ويحتصل الثمانية وسيارات الديازيل من فوتوش دو بوان زيرو ولا ألفين سنتيمتر مقعب لازم يكونوا قل كذلك سيارة المستعملة رح يخضعوا لنفس الشروط والضرائب المطبقة على استيراد السيارات الجديدة وكذلك نقطة مهمة بالنسبة للليسونس المجهدين رح نسمحوا لهم باش يدخلوا سيارات أقل من ثلاث سنوات براليسونس المجهدين وكذلك لعندهم المنحة لازم ديكابي وكذلك أبناء الشهداء المعطوبين هذو كذلك رح عندهم الحق باش يدخلوا سيارات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات مرة كل خمس سنوات وذلك كذلك يحترموا نفس الشروط ميفوتوش السيارات بنزين 1800 سنتيمة مقعب و2000 سنتيمة مقعب بالنسبة لسيارات الديازيل هذا مشكايا نتمنى يفتحوا أجديد وإذا فتحوا القديم رح يكون كذلك الخير وخيرين والسلام عليكم شكرا